بغمرة ألام النزوح لا تزال هذه العيون تبحث عن أمل ما لرسم صورة أفضل تتخطى الواقع المر إلى مستقبل أكثر إشراقا هنا وفي مخيم الحبانية بمحافظة الأنبار التي غادرت أيام سعادتها وصارت مليئة بالنازحين حاولت منظمة أم القرى رسم ضحكة على الوجوه وقدمت هداياها من الحقائب والقرطاصية لأكثر من ألف وثمانمائة تلميز نازح في مدرسة الأبصار الثانية هذه الحملة تضملت القرطاصية من الدفاتر والأقلام والحقائب لأكثر من ألف وثمانمائة طالب وطالبة في هذه المدرسة والمنظمة مستمرة في دعم المسيرة التعليمية في مدارس النازحين في مخيمات النازحين هذه ليست الحملة الأولى لمنظمة أم القرى في مجال دعم مدرسة مخيم الحبانية حيث سبق لها وجهزتها بمائتي مقعد دراسي وواحد وعشرين سبورة وعدد من المستلزمات المكتبية وتقول إدارة مدرسة الأبصار الثانية بمخيم الحبانية إنها تحاول إنقاذ هؤلاء الأطفال الذين نشأوا في ظل الحروب وتجرعوا مرارة التهجير القصري والنزوح ومساعدتهم لتجاوز الأثار النفسية التي يمكن أن تؤثر على صحتهم وسلوكهم في المستقبل ثلاثة ملايين طفل عراقي هجروا مقاعد الدراسة وحرموا من التعليم بسبب الحرب بحسب الأمم المتحدة يحاول أقرانهم هنا في مخيم الحبانية تخطي الواقع المفروض عليهم جراء النزوح ووقوف الحكومة متفرجة على مأساتهم بينما يردونهم تعوض جزء من البسمة التي سرقتها نيران الحرب في غفلة منهم ترجمة نانسي قنقر